موسيقى في أعقاب العدوان الإسرائيلي على مدينة جنين والذي أسفر عن استشهاد وجرح العشرات أصدرت العديد من الدول والجهات الإقليمية والدولية بيانات تدين العدوان حيث أكد الناطق باسم خركة حماس خازم قاسم أن العدوان الوسيع على جنين لم يحقق أهدافه وسيخشل مشيرا إلى أن حكومة الاحتلال المتطرسة وعلى رأسها بنيام نتنياهو يتحملون كافة المسئولية عما يجري من عدوان غد جنين من جهته قال رئيس المكتب السياسي لخركة حماس إثن عين هنية إن العدوان على جنين والدم الذي يراق على أرضها سيحدد طبيعة المرحلة المقبلة في كافة الاتجاهات والمسارات مؤكدا أن المقاومة في كافة أماكن تواجدها تعرف كيف يترد على هذا العدوان ودعا هنية الشعب الفلسطيني في أرجاء الظرفة المحتلة للمقوف إلى جانب جنين ودفاع عن أهلها لإحباط مخططات الاحتلال خركة الجهد الإسلامي بدورها قالت إن جنين لن تستسلم وإن المقاتلين عظمون على المواجهة والقتال مهما بلغت التفحيات مشددة على أن كل الخيارات مفتوحة لغرب العدو رد على عدوانه في مخيم جنين أقليميا أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كرعاني العدوان على جنين قائلا إن الشعب الفلسطيني لم يفتكب أي جريمة وإنما يدافع فقط عن حقوقه القانونية والمشروعة مقابلة كيانا غاصب ومحتل مؤكدا أن العدو سيهزم مرة أخرى في هذه المعركة كما أدانت وزارة الخارجية العردنية التفعيد الإسرائيلي المتواصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وأخره العدوان على مدينة جنين داعية المجتمع الدولي للتحرط الفوري لوقت الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة كما أصدرت الخارجية المصرية بينا أدانت فيه الاعتداء الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على جنين مؤكدا رفض مصر الكامل للاعتداءات والابتحامات الإسرائيلية المتكررة للمدن الفلسطينية وما تستر عنه من وقوع الضحاية والاستخدام المفرط والعشوائي للقوة والانتهاك السافر لأحكام القانون الدولي والشرعية الدولية أمميا أعربت منسقة الشؤون الإنسانية الأممية في فلسطين لين هارستينز عن قلقها البالغ من حجم العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم الجنين وطالبت المنسقة الأممية الجيش الإسرائيلية بتأمين وصول طواقم الإسعاف لإنقاذ المصابين